اهلا بكم مشاهدين في مجز الأخبار أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية ضد صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق وتستهدف جنوب الوحر الأحمر وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن وستهدفتها دفاعا عن النفس حد وصفها وضفت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن التجارية والأمريكية في المنطقة وكان الحوثيون قد أعلنوا استهداف القوات الأمريكية والبريطانية بمنطقة الجبانة في الحديدة بغارتين بعد ساعات من شن ضربة مماثلة قالت مجلة أمريكية أن هجمات واشنطن على مواقع الحوثيين ردا على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ستأتي بنتائج عكسية وأفادت مجلة التايم من الضربات الجوية التي تضرب الحوثيين عسكريا على المدى القصير لكنها مع ذلك تمنحهم نصرا سياسيا في العالم العربي بسبب إعرابهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في حين فشلت معظم الدول العربية في القيام بذلك وأشرت المجلة إلى أنه على مدى السنوات الماضية كثفت إيران التي تسعى إلى تطويق السعودية كثفت دعمها للحوثيين بما في ذلك توفير معدات صاروخية وطائرات بدون طيار أكثر تقدما قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف إن تحركات الغربية في اليمن تقلل من رغبة الحوثيين في الجلوس على طاولة المفاوضات وأضف لافروف إن الأهم الآن هو وقف الهجمات على اليمن لأنه كلما قصف الأمريكيون والبريطانيون أكثر أصبح الحوثيون أقل استعدادا للتحاور وأن الأمريكيين يصرون على إفشال مفاوضات السلام في اليمن وأشار إلى أنه من الواضح أن التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة يهدف للضغط على الحوثيين فقط ويريد دفع السعوديين لسناف القتال ضدهم قالت منظمة هيومين رايس ووتش أن أمريكيين الحوثي تحاصل تعز بينما تهاجم السفن ردا على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وأفادت في تقرير للباحث نيكو جافارنيا أن الحوثيين يتصدرون عنوين الأخبار عندما يشنون ضربات صاروخية ضد السفن المدنية وطواقمها في البحر الأحمر وهو ما قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب ولكن يتم إلى اهتمام أقل لكيفية منع الحوثيين وصول المياه إلى المدنيين في تاعز وشيرة إلى أن الحوثيين والجيش الإسرائيلي ينتهكون قوانين الحرب عندما يقومون بتقييد الحصول على المياه والخدمة الأساسية الأخرى عن جميع السكان المدنيين يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق أبناء غزة لليوم السادس بعد المئة من العضوان على القطاع وقالت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى نحو 25 ألفا فيما أصيب أكثر من 62 ألفا آخرين نتيجة العضوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وضفت الوزارة في بيان أن 165 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 280 في 14 مجزر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبهذا مشاهدين انتهى الموجز في أمان الله